بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلِّف رحمه الله تعالى بابٌ في الطلاق على الهزل حدَّثَنا القعنبي أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمدٍ عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباحٍ عن ابن ماهكا رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثٌ جدُّهن جد وهزلُهن جد النكاح والطلاق والرجعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين هذا الحديث أيها الإخوة يبين حكم طلاق الهازل والهازل هو الذي لا يكون جاداً في كلامه وإنما يكون عابثاً ومتلاعباً به الهازل عكس الجاد ولعظم شأن النكاح وكونه بهذه المثابة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى وعظم شأنها وشدد في أمرها فإن النكاح لا يحتمل النكاح وهذه الأمور الأخرى التي ذكرت معه وهي أمور ثلاثة الذي يتعلق بموضوعنا هنا موضوع الطلاق هو الهزل في الطلاق ولكن أيضاً ذكر معه النكاح وذكرت معه الرجعة والرجعة هي إعادة المرأة المطلقة إلى عسمة زوجها فلعظم شأن الطلاق وعظم هذه الأمور النكاح والرجعة التي لا تحتمل العبث ولا تحتمل التلاعب وإنما هي محمولة على الجد الشريعة اعتبرت أن الهزل فيها كالجد القول فيها واحد سواء أكان الإنسان هازلاً القائل لها هازلاً في قوله أم جاداً فالحكم واحد فإنه يعتد بهذا الكلام إذا قال زوجني ابنتك قال زوجتك فإنه ينعقد النكاح هنا ينعقد النكاح لأنه طلب التزويج وهذا إيجاب وجاء القبول من جهة الأب من جهة الزوج فلا مناصح حينئذ من انعقاد العقد بعد اكتمال شروطه الأخرى النكاح ليس ألعوبة ليس لعبة يتلهى بها الإنسان بل إذا قال هذا القول فإن محمله على الجد محمله على الجد في القبول والإيجاب من الزوج يحمل قوله على الجد ومن الولي يحمل قوله على الجد إذا قال زوجتك وكذلك الطلاق فإن الطلاق هو حل عصمة النكاح حل عصمة النكاح يعني حل هذه العقدة التي عقدت بحكم الشرع بالطلاق ولا يكون هذا إلا للزوج الزوج هو الذي يملك حل هذه العقدة فإذا قال طلق امرأته أو وجهها بالطلاق وقال لها هي طالق فإن هذا الطلاق يقع الطلاق هنا واقع حتى ولو كان هازل أو مازح وكذلك الرجعة وهي عادة المرأة المطلقة طلاقا غير باء إلى عسمته في العدة إذا قال راجعتها عادت إلى عسمته وهذه أمور كما ذكرنا في الدرس الماضي تترتب عليها أحكام فلو قال زوجني قال زوجتك ثم توفي هذا الزوج فإن هذه المرأة التي عقد عليها حتى ولو كان هازلا تلزمها أحكام وتترتب لها حقوق تلزمها أحكام العدة يجب عليها أن تعتد من زوجها هذا ولها حقوق في تركته فإنها امرأته لها الحق في تركته وكذلك الطلاق إذا طلق وقال هذه الكلمة فإن عسمة النكاح قد انحلت فإن كانت هذه الطلقة أولى أو ثانية فإنه يملك عليها الرجعة ما دامت في العدة لكن إذا انقضت العدة دون أن يراجعها فإنها تبين منه بينونة صغرى بمعنى أنه يمكن له أن يراجعها لكن بعقد ومهر جديدين وأما إن كانت هذه الطلقة هي الأخيرة هي الثالثة فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له من بعد كما قال الله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجاً غيره في نكاح صحيح ليس في نكاح تحليل وكذلك الرجعة فإذا راجعها وأعادها إلى عسمته ثم توفي فإن عليها العدة ولها الميراد وهذا يدلنا على تعظيم شأن الشريعة لهذه الأحكام لأن الإنسان المسلم إذا لم تحصن أقواله بمثل هذه الاعتبارات التي ذكرتها الشريعة من الإلزام بها لأصبحت الحياة عبثاً كل إنسان يطلق ويقول أنا كنت مازحاً وكل إنسان يعقد ويقول أنا كنت مازحاً وكل إنسان يراجع ويقول أنا كنت مازحاً فلا يدرى ما هو الجد من الهزل فتضيع الحياة وتختلط الأمور وأمر النكاح واستحلال الفروج والاستمتاع بين الرجال والنساء هذا أمر شددت فيه الشريعة ليس له طريق إلا طريق واحد وهو طريق النكاح الصحيح فلو تركت الأمور للعبث والهزل لأدى ذلك إلى فساد الأمور واختلاطها فمن هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الحكم وهو أن الجدّة في هذه الأمور والهزل واحد في هذه الأحكام الثلاثة ورد في بعض الروايات أيضاً العتق العتق أن العتق إذا أعتق هازلاً أنه يقع ولكن هذه الزيادة لم تثبت عند كثير من علماء الحديث إنما هذه الأمور الثلاثة مذكورة في هذا الحديث وثابتة عند آئمة الحديث المعتبرين نعم باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية نعم الشريعة الإسلامية جاءت من عند ربنا تبارك وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه ليصحح بها الأمور الخاطئة وليقيم بها الأمور المعجة وليعيد بها الحقوق إلى نصابها كثير من الأمور كانت تجري في الجاهلية على غير هدى وكان الرجل يتجاوز كثيراً ويطلق ما شاء ويملك أن يراجع امرأته الشريعة لم تأتي لنسخ حق الرجل في الرجعة مطلقاً لأن الذي يملك الرجعة إنما هو الزوج الذي يملك الطلاق هو الذي يملك الرجعة لكنها لم تترك له هذا الحق مطلقاً يطلق كما يشاء ثم يراجع متى ما شاء جعلت الشريعة الطلاق الذي تجوز فيه الرجعة طلقتان الطلق الأولى والطلق الثانية فإذا طلق الأولى فإن له أن يراجع وإذا طلق الثانية فإن له أن يراجع لكن قبل انقضاء المدة قبل انقضاء العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثلاثة قروء إذا انقضت هذه الثلاثة الأقراء قبل أن يراجعها فقد انقضت عدتها دون رجعة فليس له حق الرجعة لكن إذا كانت المراجعة داخل هذه الثلاثة الأقراء فإن للزوج إذا طلق طلقة أو طلقتين أن يراجع أما إذا طلق الثالثة فإنه لا رجعة له عليها وهذا فيه ضبط وتحديد ومخالف لأمر الجاهلية ليس له رجعة عليها وهذا ما بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الطلاق في سورة البقرة الطلاق مرتان يعني الطلاق الذي تكون فيه الرجعة مرتان الأولى والثانية الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان هذا هو طلاق السنة أن الإنسان إذا طلق المرأة أراد أن يطلق المرأة فليطلق في طهر لم يمسها فيه فقبل انقضاء عدتها إن كان يرغب فيها فإنه يعيدها يراجعها وإن لم تكن له رغبة فيها فليسرحها إمساكم بمعروف يعيدها إلى اسمته أو تسريح بإحسان يتركها حتى تنقضي العدة لكن إذا طلق الثالثة الله سبحانه وتعالى يقول فإن طلقها يعني الطلق الثالثة بعد التطليقتين الأوليين فإن طلقها فلا تحل له من بعد ليس له عليها رجعة حتى تنكح زوجا غيره طبعا بالشروط المعروفة التي بيّنتها الشريعة أن يكون هذا في نكاح صحيح وأن يستمتع بها كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك وهذا كناية عن المباشرة والمعاشرة التامة الكاملة بشرط أن لا يكون قصده من النكاح هذا التحليل حتى تعود إلى زوجها الأول لأن نكاح التحليل لعن صاحبه ولعن الساعي فيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله المحلل والمحلل له نكاح باطل هذا نكاح التحليل لا تحل به المرأة المطلقة لزوجها الأول فالشريعة هنا حددت وقت الرجعة وحددت مكانها لا تكون الرجعة بعد الطلقة الثالثة وهذا كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا يحسم الأمر ويجعل المسلمين في مكانة لائقة بهم تخالف مكان عليه أهل الجاهلية من كون الطلاق مفتوحا متى ما أراد أن يراجعها وهذا فيه إضرار بالمرأة وظلم لها الشريعة راعت حق المرأة هنا كما أنها راعت حق الزوج في الرجعة راعت حق المرأة في أن لا يقع عليها الظلم لأن كثيرا من الأزواج الظالمين والعياذ بالله يطلق ويراجع ويطلق ويراجع وهو لا رغبة له فيها وإنما قصده الإضرار بها ولذلك الشريعة نهت عن ذلك نهت عن ذلك في قوله تبارك وتعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ونهت عن ذلك بتحديد وقت الرجعة وأن من طلق ثلاثا فإنه لا رجعة له على زوجه نعم حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى بن عباس رحمهم الله عن بن عباس رضي الله عنهما قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعى بركانة وإخوته ثم قال ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته قال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال أبو داود وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأنهم ولد الرجل وأهله أعلموا به إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة نعم هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فيه أمرين الأمر الأول هو أن ركان هذا عندما طلق امرأته تزوج بامرأة أخرى فلما تزوج بالمرأة الأخرى جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إنه لا يغني عني شيئا إلا كما تغني هذه الشعرة ونزعت شعرة من رأسها تشير بذلك إلى أنه لا يرغب ليست له رغبة في النساء أنه لا يستطيع أن يفعل معها ما يفعله الرجل مع امرأته وهذا هذه الكناية من الأدب في مثل هذا الأمر لو تتبعنا ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في شأن العلاقة الزوجية الخاصة بين الرجل وامرأته نجد أنها جاءت بالكناية فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ما قال فلما واطئها ما قال فلما أولج فلما فعل كذا لا ما قال فلما جامع قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن مساس هذه كلها تدل على الجماعة لكنها لم ترد بالتصريح حماية للشعور العام حماية للذوق وحماية للجانب الأخلاق فإن الناس عندما يبتذلون هذه الألفاظ في مجالسهم وفي منتدياتهم وفيما بينهم تصبح هذه الأمور مألوفة لهم وهذه الأمور لها مساس بالأخلاق ولها مساس بالذوق فينبغي أن يحرص الناس عن الترفع على هذه الألفاظ الجارحة وإن كانت حقيقة لكن ينبغي أن يحرص الناس عليه قالت يا رسول الله إنه لا يغني عني شيئا إلا كما تغني هذه الشعرة يعني الرجل لا يستطيع النكاح فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب أن هذا رجل من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وله أولاد من امرأته الأولى كيف يكون هذا الرجل عاجزا عن النكاح وعن اتيان النساء وهو له زوج امرأة سابقة وله منها أولاد فلان وفلان هؤلاء أليس بأبنائه سأل أقرباءه أليس هؤلاء بأبنائه قالوا بلى فكيف تقول هذه المرأة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يطلقها المرأة التي تصل بها الدناء وتصل بها قلة الحياء إلى هذا الحد أنها تقول إنه لا يغني عنها شيئا وتتهمه في رجولته الأولى أن يفارقها مثل هذه لا تصلح معه لأنه لو أخذها بالقصر الآن ربما تأتي في فترة أخرى فتقول عنه قولة أخرى أكبر من هذه وخير له أن يصون كرامته وأن يصون عرضه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها فطلق فرأى قال له النبي عليه الصلاة والسلام راجع أمر كان امرأته الأولى قال يا رسول الله أني قد أبنتها طلقها ثلاثا في نظره فالنبي عليه الصلاة والسلام أعادها عليه وهذا مستند من يقول بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحسب عليه بحسب هذه الرواية الطلقات الثلاث في المجلس الواحد إلا طلقة واحدة هو قال طلقها ثلاثا فالنبي عليه الصلاة والسلام جعلها واحدة لماذا كيف يطلقها ثلاثا فيجعلها النبي عليه الصلاة والسلام واحدة أولا لأنها وقعت بلفظ واحد فكأنها واحدة والأمر الآخر هو أن الله سبحانه وتعالى شرع للطلاق منهجا معينا لأن الطلاق قد يصدر عن الزوج في حال غضب في حال عدم تبصر ثم بعد ذلك يندم يندم فالشريعة جعلت لهذا منهجا معين الإصلاح بين الزوجين تحكيم الحكمين إلى آخر الهاجر في المضاجة ثم بعد ذلك الطلاق الطلاق طلقة واحدة فإذا طلقها طلقة ومكتت في العدة لعل هذا أن يكون فيه فرصة بالنسبة له ولها حتى تعود الأمور إلى مجاريها فيراجعها إن كانت له رغبة فيها ثم بعد ذلك لو حصل منه طلاق يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة ثانية يعني بالترتيب الأمور كأنها بالتدرج بالتدرج حتى يكون ذلك سبيل سبيل للإصلاح حتى لا يقع الندم من يتق الله يجعل له مخرجا الإنسان الذي يستعجل فيه مثل هذه الأمور قد تلحقه الندامة ثم بعد ذلك في المرة الثالثة الأخيرة ما بقي شيء بعد هذا إذا طلق وراجع ثم طلق وراجع ولكن الأمور لم تصلح ما بقي إلا الطلقة الثالثة هذه التي هي إنها عسمة النكاح لكن إذا وقع هذا الطلاق دفعة بلفظ واحد الثلاث فهذه الرواية حديث ركان هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبرها طلقة واحدة لأنها وقعت بلفظ واحد ولأنها لم تجري على النهج الذي سنته الشريعة في قضية الطلاق أن يكون على ثلاث مراحل المرحلة الأولى ثم يراجع المرحلة الثانية ثم يراجع فإذا لم تصلح الأحوال بعد هتين المرحلتين فما بقي إلا الفراق النهائي بالطلقة الثالثة نعم حدثنا حميد حميد بن مسعدة أخبرنا إسماعيل أنبأن أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد رحمهم الله قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت أنه راد دهاء إليه ثم قال يطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قد وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن قال أبو داود روا هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس ورواه شعبة عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأيوب وابن جريج جميعا عن أكرمة عن ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن جريج عن عبد الرحمن بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس وابن جريج عن عمر بن دينار عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها قال وبانت منك نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير عن عبد الله بن كثير قال أبو داود ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس إذا قال أنت طالق أنت طالق ثلاثا بفمن واحد فهن واحدة ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله ولم يذكر ابن عباس وجعله قول قول أكرمة قال أبو داود وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن بن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمر بن العاس سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قال لا يحل له لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال أبو داود وروا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية ابن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس ابن البكير إلى ابن الزبير وعاصم ابن عمر فسألهما عن ذلك فقال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنهم ثم ساق هذا الخبر قال أبو داود وقول ابن عباس هو إن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها أو غير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا مثل خبره الآخر في الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس رحمه الله قضية الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في مجلس واحد هذه مما وقع الخلاف فيها بين العلماء وقد تقدم معنا حديث ركانة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها واحدة وما روي هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما يشير إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أنها تقع ثلاثا وهذا فيما جاءه الرجل السائل عندما جاءه يسأله أنه طلق امرأته ثلاثا يقول فسكت ابن عباس يعني لم يجبه سريعا يقول القائل الراوي يقول حتى ظننا أنه سيردها عليه توقعوا أن ابن عباس يقول راجع ثم رفع ابن عباس رضي الله عنهما رأسه وهذا دليل على استعظام هذا الأمر السكوت هذا لفترة وعدم الإسراء بالجواب دليل على استعظام الأمر قال يطلق أحدكم امرأته ثلاثا يركب الحموقة حماقة هذه يطلقها ثلاثا ثم يأتي يقول يا ابن عباس ماذا يصنع لك ابن عباس ماذا يصنع ابن عباس لك في مثل هذا بانت منك زوجتك لأنك عصيت الله ما اتبعت ما أمر الله به ومن يتق الله يجعل له مخرجا فأنت لم تتق الله بأن اتبعت المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى للطلاق وأوقعت الطلاق على هذا النحو فطلقت منك امرأتك طلقت منك امرأتك لكن روية في روايات أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من الصحابة أن هذه في المرأة التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها المرأة التي عقد عليها زوجها أصبحت في عثمته لكنه لم يدخل بها قبل الدخول بعد العقد وقبل الدخول هذه فيها نص كتاب الله الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات عن النكاح هنا الزواج عقدتم عليهم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها المرأة قبل الدخول بها حتى ولو كانت معقودا عليها إذا طلقت واحدة أو ثلاثا الحال كله واحد تبين بينونة كبرى ولا تحل لزوجها حتى تنكح إذا طلقها هنا تبين بينونة من زوجها لأنه لا عدة لها العدة للمدخول بها فهل قول ابن عباس هذا محمول على أن الرجل الذي سأله عن الطلاق أنه طلق امرأته أنه طلقها ثلاثا وهي غير مدخول بها لا لا يأتي هذا الكلام لأنها لو كانت غير مدخول بها تكفي في إبانتها طلقة واحدة تكفي في إبانتها لأنه لا عدة لها هذا يدل على أنها كانت في عسمته وأنه دخل بها وأنه طلقها ثلاثا وليس هذا الطلاق متتابعا لكنه طلقها دفعة واحدة فجاء يستفتي ابن عباس فابن عباس أوقع عليه الطلاق هذا ليس باجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه مثل هذه الأمور تحمل على ماذا تحمل على النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه ليست مسائل الاجتهاد مسألة منصوص عليها لا بد أن الصحابة تلقوها عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا دليل من يقول بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع ثلاثا قلنا لكم إن العلماء بعضهم يأخذ بحديث ركانه ويرى أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد تكون طلقة واحدة ويؤيد ذلك بأن الطلاق الذي ورد في كتاب الله الكريم طلاق مرتب ليس دفعة واحدة وبعض العلماء يرى أنه يقع هذا وإن كان مخالفا للسنة هذا الطلاق ثلاثا في مجلس واحد مخالف للسنة لكنه واقع لأن الشيء الذي يخالف الشريعة قد يقع وإن كان مخالفا للشريعة لا يلزم من كونه مخالفا للشريعة ألا يقع قد يقع هذا الأمر قد يقع هذا الأمر يعني من أتلف مالا لغيره هذه فيها مخالفة للشريعة لكن عليه الضمان يترتب عليه الضمان حتى وإن كان هذا الفئل مخالفا للشريعة فمن هنا يعني هذه الأحاديث تدل على أن الطلاق الثلاث إذا وقع بلفظ واحد أو في مجلس واحد بألفاظ متعددة أنها تكون ثلاثا من أين لنا أنها إذا وقعت بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة لأن ابن عباس لم يستفصل ما قال له هل طلقتها بلفظ واحد أو طلقتها بثلاثة ألفاظ والقاعدة الأصولية أن ترك الاستفصال في حكاية الحال يحمل على ينزل منزلة العموم ما استفصل فهذا دليل على أن الأحوال كلها سواء والحكم فيها واحد حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان أخبرنا أبو النعمان أخبرنا حماد بن زيد عن أيوبة عن غير واحد عن طاوسة أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما أنرأ الناس قد تتابعوا قال أجيزوهن عليهم حدثنا أحمد بن صالح أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريش أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن أبو الصهباء قال لابن عباس أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر قال ابن عباس نعم نعم هذا أيضا يؤكد أن الحال الذي استقر عليه أمر الطلاق أنه كان الألفاظ بلفظ واحد إذا طلق بلفظ واحد أنها تكون ثلاثا ولكن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن هذه المسألة فيها شيء من الاجتهاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر يقول بأنه إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها إذا طلقها ثلاثا يتبروها واحدة ما الفرق بين هذا وغيره الفرق بينهما أنها إذا كانت واحدة أنه يملك أن يراجعها بعقد ومهر جديدين وإن كانت العدة ساقطة في مثل هذا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها لكن إذا اعتبرناها ثلاثا فإنها تبين منه بينونة كبرى هذا السائل سأل ابن عباس هذا السؤال سؤال تقريري فابن عباس وافقه قال نعم ولكن لما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وتتابع الناس على هذا الأمر استسهلوه استسهلوه ولم يتلبثوا فيه ولم يتريثوا ولم يتعقلوا كانوا يطلقون هكذا يعقد ثم يطلق قال عمر رضي الله تعالى عنه أجيزوه عليهم يعني من باب العقوبة لهؤلاء أن من طلق ثلاثا لامرأة لم يدخل بها طلقها في مجلس واحد أنها تكون ثلاثا عقوبة له عقوبة له لأنهم ما هي الحاجة التي تدعوه في مثل هذا إلى أن يطلق ثلاثا وهو في مكنته أن يطلقها واحدة فتبين منه لماذا يطلقها ثلاثا فهذا يدل على أن المسألة كانت باجتهاد إمضاء الثلاث الطلقات في مجلس واحد على من طلق قبل الدخول هذا يقول كان في عهد عمر رضي الله عنها لما رأى استسهال الناس لقضية الطلاق وهذا دليل على إدراك الصحابة لشأن الطلاق شأن عظيم الطلاق ليست المسألة يعني لعبة يتسلى بها ويتله بها فلذلك أمضاه عليهم نعم باب فيما عني به الطلاق والنيات حدثنا محمد بن كثير عن بأنا سفيان حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاصن الليثي رحمهم الله قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما الامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه نعم هذا حديث عظيم أيها الإخوة وهو مما درج كثير من علماء الحديث والعلماء المسلمين على افتتاح كتبهم به هذا الحديث الذي يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث عظيم هذا والمصنف جاء به هنا في كتاب الطلاق لعلاقته به لكن الحديث هذا يشمل أمور العبادات كلها يشمل أمورا عظيمة هذا الحديث إنما الأعمال بالنية ما المقصود بالأعمال بالنية هل هو وقوعها لا الأعمال تقع بنية وبغير نية وتقع بنية صحيحة وبنية فاسدة يعني من اشترى عنبا وهو يريد أن يأكله فاكه ما حكم هذا حلال لأن نيته أن يأكل من الطيبات التي أباحها الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم حلال طيب لكن إذا اشترى هذا العنب وهو ينوي به أن يصنعه والعياذ بالله خمرا الشراء واحد الشراء واحد وقع الشراء أو لم يقع وقع إذا نوا به أن يكون خمرا حرم عليه حرم عليه إذن قوله إنما الأعمال بالنيات ليس المقصود به وقوعها ثقى على وجه صحيح وثقى على غير وجه صحيح إنما الاعتبار بها وترتب أحكامها عليها يعني معنى إنما الأعمال بالنيات يعني اعتبارها وترتب أحكامها عليها هذا هو معنى الأعمال بالنيات من كانت هجرته هذا كان بعد مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله لا يحتاج وقعت في محلها وأجره على من أجره على الله سبحان الله سبحانه وتعالى ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها هجرة هذه انتقل من مكة إلى المدينة مع المسلمين مع الرسول يريد التجارة يريد الربح يريد أن يحصل شيئا هبة أو قرضا أو نحو ذلك لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه لاحظوا أيها الإخوة كمال وجمال التعبير النبوي النبي عليه الصلاة ما قال هنا الاتجار أو طلب المال حرام ما قال إن انتقال الإنسان من بلد إلى بلد ليتزوج إنه حرام لا لكنه كان يتكلم في شأن الهجرة التي هي الشرف العظيم الذي ميز الله به رسوله عليه الصلاة والسلام ومن هجر معه من كانت هجرته لله ولي رسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه يعني لا يؤاخذ لكن لا يكتب له أجر الهجرة في سبيل الله لا يكتب له أجر الهجرة في سبيل الله ما شنع عليه ما قال ما ينبغي له ما كان ينبغي له لا لكنه حرم من الأجر خرج من مكة إلى المدينة لا بقصد طلب مرضات الله سبحانه وتعالى وصحبة رسوله عليه الصلاة وصلاة لكنه خرج طلبا للدنيا أو خرج طلبا لزواج امرأة وهذه يذكرون فيها قصة يقولون إن رجلا خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يريد أن يتزوج بامرأة في المدينة اسمها أم قيس وكانوا وكانوا يطلقون عليه مهاجر أم قيس يعني هذا ما هاجر لله ورسوله ولكنه هاجر طلبا لأم قيس مهاجر أم قيس قال فهجرته إلى ما هاجر إليه إلى ما هاجر إليه هذا اللفظ كما أنه يشمل من هاجر لطلب الدنيا ومن هاجر لطلب نكاح امرأة يشمل أيضا من هاجر لمعصية والعياذ بالله لو كان قد هاجر لسفك دم معصوم لو كان قد هاجر ليسرق لو كان قد هاجر ليزني هجرته إلى ما هاجر إليه هجرته إلى ما هاجر إليه يعني أنه سيحصل له ما نواه من خير أو شر طيب ما علاقة هذا الحديث بقضية الطلاق التي نحن فيها لأن قضية الطلاق مر معنا فيما تقدم حديث الأول في درسنا هذه الليلة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وهنا يعني النية النية في مسألة الطلاق لا تؤثر إذا كان الطلاق صريحا إذا قل طلق امرأته وقع الطلاق ها النية هنا لا تؤثر في تغيير الطلاق لكن النية تؤثر في شيئا آخر تؤثر في عدد الطلاق في عدد الطلاق قال طلق امرأته قال لمرأته هي طالق فلو فسر هذا الطلاق بأنه طلقها طلقتين أو طلقها ثلاثا هنا يعتد بهذه النية مع أن اللفظ لم يشملها اللفظ يصدق على الواحد ويصدق على غيرها لكن هنا هو زاد على هذا الأمر كذلك في الكناية الكناية فيها ألفاظ صريحة وهي الطلاق الطلاق وما في معناه والبينون لو قال طلقها أو أبانها هذه صريحة في الطلاق لكن فيها ألفاظ يعني كناية تحتمل الطلاق وتحتمل غيره لو قال أنت خلية ولو قال أنت حرة هي حرة لكن قال أنت حرة وأنت خلية هذه تحتمل الطلاق وتحتمل غيره ما الذي يجعلها للطلاق النية يقول أنا نويت بقولي أنت خلية أنها طالق واحدة أو أكثر من واحدة فيقع بهذا إذن فالنية وإن لم تؤثر في الطلاق الصريح في وقوعه لكنها تؤثر في نية العدد تؤثر في الكناية الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق فيقع بها ما نواه يقع بها ما نواه كما جاء في آخر الحديث الذي حديث أمير المؤمنين وإنما لكل مرئ ما نواه إنما لكل مرئ ما نواه فيدخل يعني تدخل نية المطلق في العدد إذا كان الطلاق صريحا أو وقوع الطلاق أو عدده في الألفاظ التي ليست صريحة وهي من باب الكناية فتكون من باب ما نواه نقف هنا معنا بعض الأسئلة يقول هل يجوز في كفارة اليمين أن أوزع سندوشات وعصيرات الله سبحانه وتعالى قال في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان اليمين المنعقد ما هي اليمين المنعقد هي الحلف على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله فإذا خالف مقتضى ما حلف عليه حلف أن لا يفعل ففعل أو حلف أن يفعل فلم يفعل ففي هذه الحال عليه الكفارة الكفارة هي ما ذكرها الله تبارك وتعالى بعد ذلك بقوله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بعض الناس إذا حصلت منه يمين وأراد أن يكفر يصوم ثلاثة أيام هذا لا يصلح لكل أحد هذا لا يصلح إلا لمن عجز عن التكفير بالإطعام والصيام والكسوة إذا كان عاجزا فقيرا لا يستطيع أن يطعم المساكين ولا أن يكسوهم فإنه ينتقل حينئذ إلى الصيام الإطعام مسألة عرفية الإطعام مسألة عرفية الأصل أنه يعطيه ما يكفي في الفطرة ما يجزئ في الفطرة نصف صاع من الطعام يكفيه هذا لو وزع لكل مسكين من العشرة نصف صاع يكفيه هذا لكن لو أطعم المساكين العشرة أعطاهم وجبات مشبعة بحسب العرف في مكانه أعطاهم عشر وجبات وزعها على عشرة مساكين هذا يكفيه لكن هذا معتبر بالعرف من أوسط لأن الله سبحانه وتعالى قال فيطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم لا هو الشيء العالي جدا ولا هو الشيء المتدني فإذا كان هذا مما يعتد به أنه طعام أنه وجبة كاملة في البيئة التي يخرج الإنسان كفارته فيها فهذا يكفي لكن إن لم تكن كذلك فلا بد من أن تكون وجبة معتد بها يقول ما حكم من قال لزوجته إذا ذهبت إلى مكان ما فأنت طالق أو خرجت دون إذني فأنت طالق هل يجوز هذا الطلاق هذا طلاق معلق يقع طلاق معلق على شرط فإذا تحقق هذا الشرط وقع الطلاق وقع الطلاق ثم لماذا أيها الإخوة هذه قضية يجب أن يتنبه لها فيه كثير من الناس يجعل الطلاق العوبة في كل شيء إذا أراد أن يدعو إنسانا إلى بيته إلى طعامه يحلف عليه بالطلاق إذا اختصم مع امرأته في أمر يسير أو كبير بالطلاق إن قمت فأنت طالق إن قعدت فأنت طالق إن خرجت فأنت طالق إن فعلت فلماذا الطلاق ما شرع لهذا الطلاق شرع لحل عصمة النكاح عندما تعجز كافة الوسائل الإصلاح حينئذ الطلاق هو الحل لكن أما أن تتخذ هذه لعبة إن قمت إن قعدت إن دخلت إن خرجت على كل حال الإنسان الذي يوقع نفسه في هذا يترتب عليه ما أوقعه بنفسه هذا شرط معلق طلاق معلق على شرط فإذا خرجت وقع الطلاق إذا دخلت وقع الطلاق إذا تحقق ما قاله هو ما منعها منه بالطلاق فإن الطلاق يقع في هذه الحال لكن فيه مسألة ديانية تتعلق بهذا إذا قال لها هذا وهو لا يقصد الطلاق يقصد فقط التهديد والمنع هذا أمر بينه وبين الله قد يطلق الإنسان يقول لمرأته إن خرجت فأنت طالق ثم يأتين ويقول والله أنا ما قصدت الطلاق الفراق لكن قصدت المنع والتهديد هذا بينه وبين الله وهذه مسألة حلال وحرام يجب أن يتفطن لها الناس موكول إلى نيته إذا أقسم على نيته هذه فهذا لا يقع تكون يمين فيها الكفارة لكن إذا كان قد قصد الطلاق ثم ادعى بعد ذلك أنه غير طلاق فإثمه على نفسه لأنه لأنه سيعيدها إليه وإذا كانت هذه هي الطلقة الأخيرة فإنها تعود إلى اسمته حراما ليست زوجة له يقول أربعة أربعة أشهر وعشرا من الذي سن هذه العدة من الذي حدد هذا التحديد الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا هذا حكم الله ما يستطيع الواحد أن يقول لماذا هذا ولماذا هذا لكن قد يسأل الإنسان عن الحكمة يقول ما هي الحكمة الحكمة قد تخفى علينا لكن ذكر في بعض البحوث في الوقت المدة القريبة أن بعض العلماء الأساتذة في الجامعات أساتذة الطب في الجامعات ربما كان يهوديا أنه كان يعني قد قرأ هذه الآية وتوقف عندها فأجرى بحوثا على النساء المطلقات وعلى النساء المتوفى عنهن أزواجهن فتوصل إلى أن المرأة إذا دخل بها زوجها رجل إذا تزوج بالمرأة ودخل بها أنه يكون في رحمها بصمة يعني علامة تدل على الزوج ولا تختفي هذه العلامة إلا بعد مضي الأشهر الثلاثة هذا في الزوجة المطلقة طبعا الحامل بوضع الحامل هذه وأما الزوجة المتوفى عنها زوجها ربما نظرا للحزن فتوصل إلى أن هذه البصمة بصمة الزوج في رحم المرأة لا تزول إلا بعد هذه المدة طبعا هذا ليس هو الدليل الذي يجعلنا نقبل لكن إن ثبت هذا فهو مما يزيد في يقيننا بحكمة الله سبحانه وتعالى وأن هذه الشرائع التي سنها لنا إنما جاءت لمصلحتنا وأن لها حكمة دقيقة ليست من باب العبث واللغو حاش الله سبحانه وتعالى يقول ما حكم الصور التي في الجرائد والمجلات هل تجوز الصلاة وهي في الغرفة يا إخوة التصوير فيه أدلة كثيرة ورد فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام 12 حديثا أو أكثر كلها تدل على حرمة التصوير لعن المصورين والوعيد الشديد لهم في يوم القيامة لكن ما هو التصوير المقصود بهذه الأحاديث التصوير هو عمل الإنسان بيده الرسم هذا والنحت النحت بلا شك أنه أشد عقوبة لكن التصوير باليد لأن النبي عليه الصلاة جاء عنه في الحديث قال يضاهؤون خلق الله يعني يشابهون المصور هذا الذي يصور بيده ويرسم كأنه يسعى لمضاهات لمماثلة خلق الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي عليه المنع هذا هو الذي ورد فيه المنع ورد فيه اللعن لكن الصور الحديثة هذه التي هي الآن تلتقط بواسطة الأجهزة والآلات هذه ليست من عمل الإنسان هذه الصورة هي التي الحقيقية صورة الإنسان الحقيقية الآلة تحبس الظل في مرحلة معينة ثم بعد ذلك تظهر هذه طبعا تطورت وسائل إظهار الصور الآن فهذه ليست من التصوير ليست من التصوير الذي ورد النهي عنه في الأدلة الشرعية لكن هذه قد يترتب عليها التحريم من جهة أخرى يعني لو كان فيها تصويرا للعورات لو كان فيها تصويرا يثير الغرائز والشهوات الأمور المحرمة تصوير النساء عاريات أمام الرجال ونحو ذلك هذا هو الذي يترتب عليه التحريم لا لأنه تصوير بل لأنه إثار للغرائز وتهيج للشهوات وإعان للشيطان فتح لمداقل الشيطان فالصور التي في هذه الجرائد وفي غيرها من هذا الباب إن كانت صورا معتادة الجبال طرقات أناس يمشون يسيرون وكذا عادية فهذه لا شيء فيها وإن كانت هذه الصور مما حرم لأنه يثير الشهوات أو يثير الغرائز يحرك الغرائز ويحرك دوافع الشيطان فهي محرمة فلذلك لا تجوز الصلاة في المكان التي هي فيها لأنها ستشغل أيضا المصلي عن صلاته وتكون مدعاة للشيطان لزيادة الوسوسة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن ينصر دينه وعباده المؤمنين في كل مكان وأن يضع لي راية الحق والدين إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر